تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبنسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق للثاني والعشرين أكتوبر من كل سنة أعلنت وزارة الاتصال اليوم عن تنظيم طبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفية المحترف وتتمحور مواضيع هذه الطبعة حول أحد المواضيع التالية الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي الجزائر الجديدة تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية الأمن الطاقوي وأبعده الجيوسياسية وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع وترقية الانتاج الصحفي بكل أشكاله وإلى التحفيز على تمييز الإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا ذات الصلة بالمواضيع المقترحة